بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأكد الفريق أول محمد زكي على الجاهزية القتالية والاستعداد الكامل للدفاع عن الوطن والزود عن مصالحه العليا لتظل سيناء وكل بقعة على أرض مصر تنبدو بالعمل والإنجازات كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والدباط ودباط الصفة والصناع العسكريين وجنود والعاملين المدنيين بقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي وكذلك أفراد قوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الحاذية والأربعين لتحرير سيناء ترجمة نانسي قنقر